عندنا أحاديث تشعر أنت متعارضة تشعر ماذا؟ متعارضة أحاديث من قتل دون نفسه فهو شهيد دون عرضه فهو شهيد دون ماله فهو شهيد يا رسول الله أرأيت إن جاءني أي أحدهم يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطيه ما تعطيه؟ قال فإن قتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال هو في النار فإن قتلني قال أنت في الجنة قال لا لا الإسلام يعرف العزة لا يعرف الدنيا والخوف والرعدة والجبن لكن هناك حديث أخرى أكثر من هذه الأحاديث تقول لك ستكون فتن و ستكون أشياء كن كحلس دارك مثل هذا السجاد السجاد القديم اسمه الحلس القديم محطوط الأرض مرمهيقل الكل بدوسه دعك مثل السجادة القديمة إلزم بيتك ولا تخرج في الفتن في الفتن الواقف أحسن من إيه؟ من الماشي والجاعد أحسن من الواقف واللي في بيته أحسن من في الشارع أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى قال ليت لحيالك قال له يا رسول الله فإن دخل علي داري طيب أنا نقع خلص ألقيت السلاح تركت جماعتي تركت حزبي تركت البقاءات وقعت لحالي ما بدي ما بدي أبو إيه بدم أي إنسان بريئ فإن دخل علي داري أجوني حرب أهلية هذه قال له فإن خشيت إن نبي قال له إن خشيت أي بهركة شعاع سيفي انتضى سيفه وهيك تفعرف إنسان عادي تدفع عن حياته يا روح ما بعدك روح وخشيت أن تكون منك يعني يرد تفعل أيضا أنت إيه؟ تنتضي سيفك وتضرب قال له فألقي عليك ثوبك اعمل هيك عشان ما تشوفش يوضيك ضربة واحدة تموت شهيد أنت يبوء بإثمك وإثمه أنت خليك كخير ابني آدم خليك مثل هابيل ليس مثل قابيل أجاك بعض الشباب يا حرامي اللي ما سمعوا الكلام هذا ولا فهموه وقال لك كيف هو الكلام هذا؟ من وين؟ من وين؟ روح شوفوا الأحاديث كثيرة جدا لكن كيف؟ ما النبي قال من قتله؟ ما أنت مش فاهم؟ تعال طبق على النبي نفسه وحتفهم طبق على مرحلة المكية وعلى مرحلة المدنية وحتفهم الحكم في الحرب الأهلية والفتنة الداخلية شيء وفي الحالات الفردية شيء آخر صح؟ واحد هيك حرامي لص جاء يعتدي علي لن أعطيه الدنيا أبدا سأقاتل إلى آخر لحظة سأدفع عن نفسي بكل ما أستطيع حتى وأن صال فيها إيه؟ دماء أو زهقت فيها إيه نفوس أنا ولا هو؟ لا بأس حلو؟ لكن هذه الحالات العادية الفردية والمجتمع عن المطمئن لكن لما تشتعل وتتأرث أني أنار حرب أهلية وفتنة داخلية ممنوع أن تشارك في الفتنة فهمنا يا إخواني؟ الشيخ البنة للأسف الشديد لم يلم بهذا الفهم ولا أشار إليه أفهمك أني أنا في الأخير كجماعة مسلمة مستحوذة على الدعوة بالمعنى الكامل الشامل وكذا عند الحق إذا ضيقت وصدرت أملاكي وحلت جماعتي وأخذنا للأسر وربما المشانق إن دافعاً حالاً وتبدأ المذبحة إذن أسس العنف أيضاً نعم نعم في بياناتي ورسائله وصنع طبعاً الجهاز الخاص اللي هو إيه؟ مارس العنف وصف إذا ما قلنا الشخصيات العظيمة المهمة وهذه كانت مصيبة عظيمة جداً جداً ولا يذو بالله شايف كيف؟ طيب إذن أنا قلت لكم هذا المنطق تبع النؤية الوطن هو بقول عنا في حدود العقيدة يا أخي مقولة خبرية وطني وطني إنسان وطني وطني يعني الذي ورد في النمسا هنا أسلمين من أبنائنا وطنوه النمسا أبداً ولها في قلبي حب ومكان هذا شيء طبي فطري والإبل على غلض أكبادها تحن إلى بلادها يا رجل الطيور تحن إلى أوكارها النبي خارج من مكة 360 صنم وزعماء الكفر هم ما سدنت الشرك الوثنية وعلى الحزورة وقف على الحزورة وبكى بكى وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولا أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرجت ويبكي وربنا في الطريق قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما عاد طب ما نقول له هنرجع ما تخافش هترجع وتفتحها وأنت معزز مكرم يحبها ما قالش لا طز في مكة بلد كفر لا 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 البلد عزيزة أي أن كانت بلاش تجيبوا مفاهيم زي هذه خطيرة مفاهيم خطيرة وضربت في الصميم طبعا وهذا المفاهيم ترتب عليها أشياء كثيرة يا إخواني ترتب عليها أشياء كثيرة رأينا من شباب الدعوة ومن شباب جماعة الإخوان من يرفع يديه ويدعوه ورأينا من دعاتهم أيضا وأكابرهم لكن ليس أماثلهم للأسف أكابرهم من يحلف ويدعو بأنك يا مصر بعون الله بعون الله جايكي وحيصير فيكي اللي صار في العراق والسوريا لا إله إلا الله معقول معقول والله هذه اللي حصل وكل تسجيلات موجودة إذا حتفوها شيء ثاني بس كلنا شفناها شيء لأنه عارف لي مفهوم الوطن غير موجود ما له أي قيمة ما له أي شيء كالكوطني العقيدة ليس صحيح في آية أخرى الحمد لله أنا أدمنت على أن أذكر بها وأنا بعرفها تزعج كل الإسلامويين في هذا الباب وتزعج طبعا السلفيين أصحاب الولاء والبراء والضيقين جدا والعاطفين محرين المسألة العلميا ما هي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فعليكم النصر إن استنصركم في الدين فعليكم النصر إيه إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن استنصركم في الدين اضطهدوا تم اضطهادهم تم تعذيبهم أنصر أخاك حتى لو ما كان شيء من أهل البلدة ليس من أهل المدينة في بلدة ثانية في قبائل مضارب عشيرة أي شيء لكن في استثناء خطير مخيف إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق يعني إذا هذا المسلم اللي ما عندوش التابعية تاعت المدينة المنورة هاي معناها باللغة الحديث ما عندوش إيه المواطنة ما عندوش جنسية المدينة مش من أهل المدينة بس مؤمن على طريقة حسل بنا أخونا في العقيدة صحيح والعقيدة هي الوطن العقيدة هي الوطن بدك تدافع عنه لآخر نفس كأنه برضو إيه ابن إيه ابن المدينة قرانجل لا قرانجل هذا كلام غير صحيح وكلام غير عملي وغير سياسي ويشتغلش بورث الدولة في أشياء كثيرة الدولة عندها تحالفات عندها معاهدات شفت كيف القرآن؟ عظمة فالقرآن قال إذا هذا المسلم المضطهد في ديني مضطهد في ديني ليس عشان شيء ثاني في ديني إذا كان الطهد من الناس بينكم وبينهم ميثاق لا ما مستعد أنت إيه؟ أنك تخسر الميثاق وتخسر كل شيء من أجل إيه؟ واحد ما هاجرش لماذا ما هاجرش؟ الحجرة أيامة كانت واجبة كانت واجبة يجب أن يترك مضاربه ويأتي للنبي ويهاجر بماذا انقضعت الهجرة؟ بفتح مكة لا هجرة بعد الفتح وإذا استنصرتم فانصروا فهذه الآية مع آيات الديار وديارهم وديارهم كلها ترد على الشيخ حسن البنة أن حدود الوطن هي العقيدة غير صحيح الوطن حدوده معروفة وهذه مقولة خبرية لا تستطيع أن تنسفها ولا أن تشكك فيها فضلاً عن أن العالم المعاصر أنت الآن تركيا لا تستطيع أن ترك هذا وحتى لأنك إخوان الإسلاميين أعضون جنسية ولك لا 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 نستطيع ما بالبساطة هذه بدك تقعد وتعمل استثمار وتقعد كذا أو تكون حالة خاصة والبرلمان وكذا لا نستطيع دولة هذه نعطيك هذه الجنسية لا يوجد الكلام هذا تحلم أنت لا يوجد منه دول منطق حديث منطق الدولة شيء ثاني تمام وبعدين عنده كلام ثاني لا نتحدث عنه